وبين معادلة خفض الإنتاج والتصدير النفطي يتوقع برلمانيون ومختصون أن يكون العز المالي العام المقبل بنحو 20 ترليون دينار وذلك وفق سعر برميل النفط الذي من المتوقع أن يحدد بـ 65 دولاراً للبرميل في موازنة العام المقبل عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظم قال إن المبلغ الإجمالية في قانون الموازنة أصبح 140 ترليون دينار وبعز مالي متوقع يصل إلى 20 ترليون دينار موضحاً أن سعر برميل النفط المحتسب في قانون الموازنة سيكون بين 60 و 65 دولاراً ومن جانبه يؤكد المستشار المالي والاقتصادي في الحكومة مظهر محمد صالح أنه في ضوء مؤشرات الانخفاض الراهنة في أسعار النفط العالمية فإنه لا يزيد سعر برميل النفط في الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل على 65 دولاراً بطاقة تصديرية تصل إلى 3 ملايين و 400 ألف برميل يومياً ليكون مجمل إيرادات العراق 120 ترليون دينار